مساء الخير نهار اليوم كانت الأجواء الضبابية وباردة وبلغت العظمى 13 درجة مئوية هذه الليلة تكون الأجواء باردة ونحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب لتصل درجة الحرارة في عمان إلى 6 درجات غدا نهارا تكون الأجواء مشمسة لتصل درجة الحرارة نهارا في عمان 14 وليلا 5 درجات يوم الجمعة تستمر الأجواء مشمسة أما يوم السبت تكون الأجواء غائمة لتصل نهارا 17 وليلا 9 درجات نستعد الآن درجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمى ليوم غد نبدأ بجرش خمسة هذه الليلة غدا 16 المفرق ثلاثة غدا 16 عجلون وإربط خمسة غدا 15 وأجواء باردة الصلت خمسة والزرقاء خمسة غدا 16 مطار ملك علياء أربعة غدا 15 البحر الميت أجواء باردة 15 وغدا 19 وأجواء معتدلة مادة با درجتين غدا 14 الكرك والطفيلة 3 درجات غدا 12 جبال الشراه أجواء شديدة البرودة الصفر مئوي وغدا 10 درجات البتراء خمسة غدا 14 معان 3 غدا 15 وديرم 7 غدا 20 العقبة أجواء باردة 10 وغدا 24 وأجواء معتدلة ننتقل الآن لدرجات الحرارة في عواصم الدول العربية دمشق 15 ليلا 6 بيروت 17 ليلا 10 القدس 14 ليلا 9 القاهرة 20 وليلا 11 وأجواء معتدلة غدا النهارة نتصل درجات الحرارة في بغداد 18 ليلا 7 لكويت 19 ليلا 7 المنامة 19 ليلا 15 الدوحة 22 وليلا 13 وأجواء باردة أبو ضبي 21 ليلا 19 رياض 19 ليلا 7 صنعاء 22 ليلا 8 مسقط 25 أجواء معتدلة وليلا 21 درجة وفي أخبار الطقس تساقطت الثلوج لأول مرة منذ عشرات السنوات في إحدى المدن الواقعة في الصحراء المغربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر